مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على الأطراف المالية إذا لم تحرز تقدماً في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين حكومة كيتا والحركات الأزوادية قبل أزيد من عامين ونصف وحدد مجلس الأمن شهر مارس من العام 2018 كأقصى أجل للبدء في تطبيق الاتفاق وإلا فإنه سيبدأ في تطبيق العقوبات ويأتي تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على مالي في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات محلية جزئية وجهوية ورئاسية أعلن ما لا يقل عن خمسة أشخاص ترشحهم لها فيما لم يعلن بعد الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا الترشح رسمياً لها كما يأتي تهديد مجلس الأمن في وقت تستعد فيه دول مجموعة الساحل لنشر قوة إفريقية مشتركة على الحدود بين مالي والنيجر وبوركنافاسو والتي تشهد من حين لآخر هجمات من طرف الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم وكانت الحكومة المالية والحركات الأزوادية قد وقعت شهر مايو من العام 2015 على اتفاق للسلم والمصالحة برعاية من دولة الجزائر وينص الاتفاق على نقاط بينها إنشاء مجالس محلية منتخبة عبر الاقتراع العام المباشر وتتمتع بصلاحيات واسعة إضافة إلى ضم الأجهزة الأمنية في البلاد لبعض الطوارق ويعتبر بعض الأزواديين أن اتفاق السلم والمصالحة لا يستجيب لتطلعات الأزواديين بشأن الاستقلال الذاتي لإقليم أزواد واكتفت الحكومة المالية بالالتزام باحترام التنوع الثقافي والأرقي لمنطقة الشمال دون إطلاق تسمية أزواد عليها وسبق لمجلس الأمن الدولي أن لوح بمعاقبة من يعرقلون مسار تطبيق السلم والمصالحة ويتبادل الطرفان الموقعان للاتفاق التهم بشأن عرقلة تطبيق الاتفاق وأكد الرئيس المالي في خطاب له أن تطبيق الاتفاق يتصدر أولويات الحكومة وكان وفد من تنسيقية الحركات الأزوادية قد أدى سيارة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة حيث التقى أعضاء مجلس الأمن الدولي لشرح موقفه من اتفاق السلم والمصالحة كما التقى بعد عودته بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي